تحدث الشاب الأسترالي روبين والذي أصبح اسمه أبو بكر بعد أن أسلم عن قصة إسلامه فقال تبدأ قصتي في أول سنة لي بالجامعة فقد مرت على هذه السنة العديد من المشاكل حيث انفصل والدي عن بعضهما وحدث لي حادث سيارة وتوفي أحد أصدقائي فسألت نفسي لماذا أنا هنا؟ وما الهدف من الحياة؟ ولماذا أزعج نفسي بها؟ وبدأت في التشكيك في الهدف من الحياة وبما أنني مسيحي أسترالي بدأت أتقص عن المسيحية فذهبت إلى مخيم الكنيسة فوجدت هناك الجميع يغني بكلمات لا أعرفها وعندما شاهدوني سألتهم عن بعض الأسئلة التي أرهقتني فلم يفتحوا الإنجيل ليخبروني بالأجوبة بل كل واحد منهم أعطاني رأيه الشخصي وأجاب بما يراه هو فكانت الإجابات تختلف عن بعضها بل أحياناً يكون رأي أحدهم عكس الآخر حتى تصوراتهم عن إله كانت تصورات عاجزة ومتناقضة وغير مقنعة فكيف يصلب إله ويتعرض للأذى؟ لذلك أدركت أن هناك الكثير من التأويل في المسيحية فبدأت أفكر وأرتبك ومع دراستي بالجامعة كنت أعمل في محطة وقود وكان أحد زملائي هندياً هندوسياً فسألته ما قصة الإله الهندوسي ذو رأس الفيل ألم يكن ممكن أن تختاروا بدلاً منه إلهاً له رأس أسد مثلاً؟ فبدأ يتحدث معي عن الهندوسية وخط معه حواراً لاهوتياً فلم تعجبني الهندوسية وظللت أستقصي عن ديانات أخرى وكان سؤالي هذه المرة عن الدين اليهودي وبعد بحث طويل وجدت أيضاً تصور كهنتهم عن الإله متناقضاً مثل تناقض القساوسة في المسيحية حيث أصبح الله أو الرب في التوراة لا يتورع عن مصارعة أحد أفراد البشر ويغضب ويغار ويعتب ويحقد بل ويطالب بنصيبه من اللحم والشحم والمسكن ككل الناس كما تذكر بعض نصوص التوراة لذلك لم أجد في اليهودية ما كنت أبحث عنه وأخيراً بحثت في الدين البوذي واعتقدت أن هذا هو الذي سأختاره وعندما تعمقت في البحث وجدت أن هذا لم يكن ديناً وإنما طريقة جذابة للعيش وفي يوم سألني أحد أصدقاء المسيحيين عن الأديان التي بحثت عنها فقلت له لقد بحثت عن المسيحية والهندوسية واليهودية والبوذية فقال لي وماذا عن الإسلام؟ فقلت مندهشاً الإسلام إنهم إرهابيون لن أستقصي عن إسلامهم ما الذي يدفعني إلى دينهم؟ لكنني بعد فترة وجدت نفسي أدخل مسجداً دون أن أخلع حذائي عابراً سجادة الصلاة وكدت أدوس على رأس أحد الساجدين ثم نظرت فوجدت الشيخ أبا حمزة ماشياً نحوي فقلت في نفسي اليوم سأموت إلا أن الشيخ ابتسم لي وقال يوم جميل يا صديقي كيف حالك؟ بعد هذا الاستقبال الطيب من الشيخ أبي حمزة جعلني أسأله ومعي أسئلة التي سألتها من قبل للقساوسة والكهنة وأكثر ما أدهشني أنني عندما كنت أسألهم كانوا لا يجيبون على الفور كانوا يمسكون القرآن ويقولون لي اقرأ هنا يا أخي وهناك كنت أجد الجواب مهما سألت من أسئلة صعبة وبعد مرور أسبوعين قلت لأحد الإخوة بعدما سألته سؤالاً لماذا لا تعطيني رأيك الشخصي؟ فقال لي لا يمكن أن يكون لي رأي عندما نتكلم عن كلام الله وهذا أثر في كثيراً ثم أخذت نسخة من القرآن وأخذته للبيت وبدأت أقرأه فوجدت أن الأمر لم يكن أشبه بقراءة قصة بل كنت أقرأ شيئاً يأمرني ويرشدني وفي إحدى الليالي عزمت على إحداث جو روحاني فأشعلت شمعة وفتحت النافذة وأغلقت الستائر وجلست أفكر في الأدلة الروحانية والعلمية عن حقائق مثل كون الجبال أوتاذة أو نشأة الجنين في رحم أمه وكنت أحتاج إلى دفعة بسيطة وقلت يا الله أنا على وشك القفز والدخول في الإسلام الآن كل ما أحتاجه إشارة بسيطة منك وفجأة وجدت نفسي أفتح القرآن على هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وبعد قراءة الآية اقشعر جسدي وأحسست أنها رسالة هداية من الله فانقلب حالي تماما وشعرت أن الله قد دلني لأن هذا الكون بجماله وعظيم تكوينه يستحيل أن ينشأ بلا خالق وفي اليوم التالي وبعد بحث لمدة ستة أشهر عن الإسلام قررت أن أكون مسلمة وأنطق الشهادتين وبعد أن نطقتهما ذهب كل الخوف من عقلي ومنذ ذلك وحتى اليوم لم أهتز أو أعد التفكير وكانت معاملة الطيبة مع أبي جعلته يفهم أن حقيقة الإسلام تختلف عما يشاع عنه من أكاذيب لذلك طلب مني نسخة القرآن وأثق أنه سيعلن إسلامه قريبا إن شاء الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لإن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منه وعندما سأل والدها عنه علم بأنه لا يصلي واستولى على إرث إخوته ويمتاز ببخل شديد ومع ذلك أقنع ابنته بالموافقة حتى تخرج من الفقر الذي تعيش فيه وبأنها ستستطيع تغييره للأفضل بدينها وصبرها الجميل الذي تعودت عليه معهم فوافقت الفتاة وقالت أبيها لعل في الأمر خيرا وسأكون دائما دعية للخير كما أمر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والذي قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وبعد الزواج حاولت الزوجة إصلاح زوجها وكثيرا ما توسلت إليه كي يصلي ويترك المعاصي وأصدقاء السوء وأن يعطي إخوته حقوقهم ولكنه في كل مرة تحدثه في هذه الأمور كان يعتدي عليها بالسب والضرب فكانت تتحمل وتصبر وتدعو الله أن يهدي زوجها ويصلح من أمره وبعد أشهر من الزواج أخبرها الزوج أنه سيغيب عن البيت يومين لعمل هام فاتصلت الزوجة بأمها بعد أن شعرت بألم كبير وعندما جاءت الأم ومعها الطبيب عارفت الزوجة بأنها حامل ففرحت كثيرا وشكرت الله على عطائه وفضله وتمنت أن يغير هذا الخبر السعيد حياة زوجها لحمد الله وحسن عبادته وطلبت من أمها أن لا تخبر أحدا من موضوع حملها حتى يعود زوجها وتفاجئه بالخبر السعيد أثناء غياب زوجها اتصلت بإخوته وطلبت منهم التنازل عن القضايا التي في حق زوجها ووعدتهم بأنها ستقنعه بإعطائهم حقوقهم ويكون الحل وديا وطلبت منهم الحضور بعد يومين عند عودته فوافقوا على طلبها لأنهم يعلمون مدى صدقها وبعد يومين وأثناء ما كانت الزوجة تصلي المغرب عاد زوجها وظل ينادي عليها وعندما عادت بعد دقائق مبتسمة وتريد أن تخبره بالنبأ السار أسرع إليها واعتد عليها دون أن يعرف سبب تأخرها عليه فأغمي على الزوجة وسقطت على الأرض وظن الزوج أنها ماتت فاحتار وظل ساعة يفكر في مصيره المظلم وفي هذه الأثناء رن جرس البيت وفوجئ عندما شاهد إخوته يدخلون عليه بالهدايا ويحتضنونه ويخبرونه بأنهم تنازلوا عن القضايا التي قدموها ضده بناء على طلب زوجته ثم سألوه عنها فأخذ يبكي ويقول لقد افتقدت هذه الزوجة الصالحة التي لم أقدر قيمتها فوجئ الإخوة بالزوجة ساقطة على الأرض فابتسمت شقيقته وعطرت الزوجة ببعض العطر وعندما أفاقت الزوجة تناست مع حدث وابتسمت وقالت لإخوة زوجها لقد أغمي علي بسبب الحمل فأنا في أول شهوره فرح الإخوة كثيرا وقدموا لها التهنئة وكم كانت سعادة الزوج برؤية زوجته على قيد الحياة وبعلمه بقدوم أول مولود له وبتنازل إخوته عن قضاياهم ضده وعودتهم لبيته فأسرع يتوضأ ويصلي ويدعو الله أن يسامحه عن كل ما مضى واعتذر لزوجته عن كل إساءاته لها وأعطى إخوته حقوقهم واستدهشة وفرحة الزوجة الصابرة التي تقبل الله دعاءها إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون